مئات الأطفال الذين لجأوا إلى بريطانيا من دون صحبة ذويهم مفقودون وفق تقارير نشرتها وسائل الأعلام البريطانية والمخاوف كبيرة من أن يكونوا وقعوا ضحية عصابات الإتجار بالبشر والدعارة ففي وقت دخل بريطانيا خلال السنوات الخمس الأخيرة 9287 طفلا كلاجئين من دون صحبة ذويهم تجهل السلطات المحلية مصير 360 طفلا لاجئا هم حاليا في عداد المفقودين علما أن بينهم 81 طفلا لاجئا فقدوا منذ العام 2011 هذه الأرقام هزت الرأي العام البريطاني إذ أثبتت فشل السلطات في تأمين الحماية لأطفال اللاجئين الذين يحتاجون إلى عناية خاصة جراء معاناتهم كما كشفت خطورة وجود شبكات إتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي أو العبودية الحديثة إثر ذلك سارعت الحكومة البريطانية إلى التشديد على ضرورة ضمان سلامة الأطفال المعرضين للمخاطر وإطلاق عملية بالتعاون مع الشرطة المحلية بحثا عن المفقودين لكن الأمر لا يقتصر فقط على بريطانيا ففي بداية العام الحالي أظهر تقرير لليوروبول أن 10 ألاف طفل لاجئ في عداد المفقودين في أوروبا موسيقى